السلام عليكم يا إخوان هل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وماذا تتفرجوا في الفيديو في الفيديو سوف نرى فرانك لامبارد لأكد لنا المشكلة التي تضع بين حاكم زيعش والإدارة للفارق تيلسي سوف نرى الكثير من أخبار بخصوص التيمة من نادي بارسان جرمان في الدول المغربية حاكم زيعش سوف نرى الكثير من أخبار بخصوص صعب الصمت والتقلق اليوم المهم عندما نقول لكم الإخوان دخلوا دائما نبدأ بخصوص حاكم زيعش لأن فلانك لامبارد اشتكال اليوم بين تيلسي وفرهامت أكد لنا بأنه كان مشكلة كبيرة وكبيرة بالإدارة للنادي تيلسي وكذلك حاكم زيعش وكما يعرفنا أن حاكم زيعش حالة صحية ورهامية في المياه لا يوجد إثابة أو مشكلة لكن كنتفاجئوا بأن فلانك لامبارد لا يوجد إثن له حتفل لاقيحة لتلعب المارسطد وفرهامت أكد لنا بأنه جراهام بوتر شمت إيقاله فقط بسبب أنه أشرك حاكم زيعش في المارسطد في توتنام وهذا كامل يؤكد أنه مستحيل أن نرى حاكم زيعش تحت القيادة في فرانك لامبارد من ذلك إلى نهاية الموسم وهذا ما يطلع سؤولات كبيرة بخصوص المصير للحاكم زيعش ولكن الأخوة التي لا أكد منها مئة في المئة أو حتى مليون في المئة أنه سيكون في الصيف المقبل وهذا ما يؤكد عليه الصحفي الشهير أكلم كونير توركي فريق باريستان جرمان لأنه سيكون في حاكم زيعش ثلاثين عاماً وباقي نحافظ على الوعد ونسلم معنا في الصيف المقبل أما بخصوص الأخوة عبد صامت زازولي فاليوم في المارشد الليجة التي كانت من أساسونا وندي إلتي قدر عبد صامت زازولي يقلب تأخذ الفريق أساسونا وسجد أهداف الرائعين منح بأن فريق أساسونا فريق بارشلون يريد أن يبيع جميع اللاعب المعارنة ولكن يحافظ على عبد صامت زازولي ولكن عبد صامت زازولي عنده شرط الذي يقول أنه إلا بغيته ويرجع على بارثة فراه الرسمية دياله خاصة يكون متروكا مية في المية أو ما يكون لعبته باديل آخر كنتظن أن الإخوان سيتحقق عبد صامت زازولي بحيث أنه دين بلاي سيمشي مالفرق وخصص بخصوص شناح الأيمن وكذلك أن السفاتي الإخوان لم يقدم أحد أدائه وبواق لهم أنه سيمشي ونشوفه أنا برشا لو نعتقدت على عبد صامت زازولي هذا مكان إخوان تهلاولي في رأسكم بزيار نشوف فيديونا إن شاء الله في أعمالي ترجمة نانسي قنقر